أهلا بكم لحقت أزمة والاقتصاد العالمية بدول جنوب شرق آسيا وسط تزايد المخاوف من أزمة طاقة شديدة في منطقة يبلغ تعداد سكانها ما يقرب من ملياري شخص صحيفة فينانشل تايمز البريطانية رصدت تدعيات هذه الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتي تفاقمت بسبب أزمة كورونا والعملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية والتي انعكست على قطاع التصدير في دول جنوب آسيا ومنها بنجلادش الدولة التي تعيش في خضم أزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وما نجم عنها من ارتفاع فواتير الاستراد ما أدى إلى إجهاد قدرة البلاد على مواكبة مدفوعات الديون تابعت فينانشل تايمز البريطانية بأن بنجلادش كانت حتى وقت قريب معزولة بشكل أفضل عن الصدمات الاقتصادية الأخيرة يرجع ذلك جزئيا إلى قطاع التصدير الناجح لكن الحكومة قلصت ساعات الدراسة والعمل من أجل الحفاظ على الطاقة فرضت أيضا قيودا على استراد السلع الكمالية لحماية احتياطاتها الأجنبية ظلت هذه الأزمة الاقتصادية الإقلمية في جنوب آسيا تتأرجح في خسائرها حيث تكبدت البلدان التي اتبعت حكوماتها سياسات انفاق متهورة مثل سريلانكا تكبدت خسائر الأكبر بنحو أصبح يهدد الآن بعكس المكاسب التي تحققت بشق الأنفس وإضعاف الأجيال والتي طبعا تحققت نجاحات في منطقة الأسواق الناشئة الأكثر اقتضاظا بالسكان في العالم والتي تقع عند التقاطع الجيوسياسية حيث تلتقي المصالح والهندية والصينية تعد بكين من بين الدائنين الرئيسيين لكل من سريلانكا وباكستان أما بالنسبة للهند التي تشعر بالقلق من تأثير الصين على جرانيا الأصغر فتراقب مؤشرات على أن الأزمة قد تسمح لها بتقوية نفوذها وتعليقا على ذلك قال مارك برون البسؤول السابق في الأمم المتحدة أن الأزمة الراهلة تعاقب البلدان وذلك من خلال مجموعة من العروض والنماذج الاقتصادية المختلفة فبنجلدش تتكبد خسائر مهولة أينما حلت الأزمات الاقتصادية في أماكن أخرى من العالم في الوقت نفسه تشترك بلدان جنوب آسيا في الكثير من القواسم المشتركة مع الأسواق الناشئة حيث وصلت المشاكل المزمنة إلى ذروتها في عام شهد تفاقم أزمات الديون السيادية بشكل لم يحدث منذ ثمانيات القرن الماضي كما تعتمد العديد من دول جنوب آسيا بشكل كبير على واردات موارد الطاقة والمواد الغذائية مشاهدين الكرام كان هذا عرضا حول تأثير تدعيات السلبية لأزمة الاقتصاد العالمي الراهنة على بلدان جنوب آسيا أشكر لكم طيب المتابعة